السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحلقة من الموجة المفتوحة التي تبث من قبل قناة هلا بالتعاون مع موقع بانت وضيفتنا اليوم في حوارات الموجة المفتوحة يا دكتور ناهد كناعني مديرة مركز الشبيبة في كوفر قراء برحب فيك دكتورة أهلا وسهلا فيك بنفت تفاصيل بعد شوية أريد أن أقرأ عنوية رئيسية في موقع بانت الآن العنوان الرئيسي هو القتال يدخل يومها لـ 88 معارك دارية بمختلف محاول القتال في القطاع بعد الإعلان عن تقليص قوات الجيش الإسرائيلي وفي التفاصيل وكالة اكتباس الجيش السوري يعلن حدوث أضرار جراء هجوم إسرائيل على ريف دمشق عنوان آخر حزب الله يعنن مقتل أربعة من مقاتليه في جنوب لبنان وعنوان آخر مصادر اكتباس استشهاد أربع شباب برصاص الجيش الإسرائيلي في عزون وقصف كثيف في ظل الحديث عن تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في غزة وكالة اكتباس مدمرة بحرية إيرانية دخلت البحر الأحمر ريناء نيران مدفعية متبادلة شمالي البلاد وزارة الصحة في غزة اكتباس عدد الشهداء تجاوز 22 ألفا وكالة الأنطول اكتباس تركيا تعتقل 33 شخصا لاشتباه في تجسسهم لصالح المساد الإسرائيلي وتحت كل هذه العناوين مجموعة كبيرة من الصور في نطاق التعاون المشترك لموقع بانيت قناة هلا ووكالة الأنباء هنا أتحدث عن الصور طبعا هذه المعلومات وكل الأخبار هي لمراسلية موقع بانيت وأيضا هي من نتاج مراسلية وكالة رويترز فالأخبار التي تظهر في بانيت هي ليست لمراسلية موقع بانيت فحسب وإنما لوكالة رويترز أيضا ولمصادر إخبارية أخرى أريد أن أعود إلى الصفحة الأولى بعد غلاء الوقود اكتباس أسعار الكهرباء سترتفع الشهر القادم بمقدار تسعة ونصف شكل شهريا أعودوا الكنيسة إيمان خطيب تهاجم بن كبير بسبب جريمة في المجتمع العربي بدل الإنشغال أريد أن أدخل للخبر بدل الإنشغال بخطة الترانسفير كن بوظيفتك هي تكون له اكتباس يعني شاهدوا اكتباس مطاردة سائق من شقيب السلام لاجتباه بقيادة السيارة بسرعة تجاوزت ال-190 وعنوان آخر ساهم بالخير لإسعاد القغير تسعى هذه جمعية تسعى لتعزيز روح التطوع والتكافل الاجتماعي في المجتمع الفحماوي ومدرب الرياضة ومدرب توتنهام اكتباس عودة رودريغو بنت دانكور بنت دانكور دفعة قوية لسبيرس تكسر السنان وبالفن أصالة تكشف كواليس الصلح مع أنغام يعني باكلات متحاربات ما حكينش مع بعض واستلحوا عن أني أنغام وأصالة طيب مبروك الصلحة هنا في موقع بنت فيه الكثير من العناوين أخرى ولكن نكون الآن مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ناهد كناعني من كوفر قرع برحب فيك كمان مرة دكتورة كناعني سهلا وسهلا فيك تعطينا شوية من أنت نعم يسعد مساكو جميعا ناهد كناعني أنا شفتك قبل هنا نعم كنا في كده مقابلة مقابلت تمام دكتورة ناهد كناعني مديرة قسم الشبيبي في كوفر قرع محاضرة في الأكاديمية القاسمة وفي كمان المجال اللي بحاضر فيه كمان هو المجال اللي يعتبر امتداد العمل المجتمعي اللي بنكون في قسم الشبيبي في بلدية كوفر قرع الدكتورة اللي حصلت عليها وهذا برفع الراس السيدات العربيات صرني كثير متقدمات وإن شاء الله من أحسن لأحسن في ايش فيها موضوع طبعا الدكتورة الأولى خلينا نقول في أولى في ثانية الدكتورة الأولى طبعا هي بتتحدث عن الفقه الإسلامي المعاصر في مجال النساء أخذت الكيس ستادي ببحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي وكل ما يتعلق من قرارات وإصدارات في شؤون النساء الفقهية المعاصرة ما بين 1981 لحد 2018 بحثت كل هاي المواضيع اللي بتخص النساء في جميع الدول الإسلامي 1981 بداية المجمع أنا جديد من العصر الحاضر نعم طبعا معاصرة أنا في البحث في اللقب الثاني الأول كانت دراستي في الفقه الكلاسيكي بلوردون لا أبدا اللقب الثاني في جامعة تل أبيب خلصت الحمد لله بـ أو بتميز في تفوق خلينا نسميه وكملت الدكتوراه كمان في الفقه فقه النساء بالذات بس كان في جامعة منغريون الدكتوراه في جامعة الدكتوراه الأولى في جامعة النقب في النقب بقول لك بداية السألة قبل أن أتقدم نعم نعم نتبه أن قدش يعني أنت بتحكي عن علوم إسلامية نعم بتحكي عن الفقه الإسلامي نعم متقدمة أكثر نعم في الأبحاث اللي بتعلم فيها مشكلية هذه جامعة اللي بتعلم فيها يعني بتعلم لشان يأخذ بي اي وم اي ودكتوراه بيكون بستاهل يعني الحمد لله فأنت بتقول لنا بجامعة تل أبيب وكمان كملت بجامعة منغريون كمان بجامعة منغريون يعني هذه الجامعات اللي اسمها بركض قدامها نعم في تل أبيب أنا خلصت لقبين فكلمت بالأردن مع احترامي صراحة يعني كان توجهي لجامعة تل أبيب من البدايات يعني أنا كنت حبي أني أكمل هون في البلاد ومش براء البلاد لأنه اللي بدو يتقدم زي ما منعرف في الأكاديميا الإسرائيلية هو لازم يعني خلينا نكون يكون خريض الجامعات الإسرائيلية فكان أنه خلصت اللقب الثاني الأول و خلال ذلك أعملت كمان لقب ثاني بالإدارة التربوية لأن أنا بالأساس معلمة ومنتقدم كمان في مجالات العمل أيضا والمهنية فكانت كمان اللقب الثاني قصة اللقب الثاني الإضافي كمان في جامعة تل أبيب وتقدمت كمان الدكتوراه بلشت في تل أبيب وانتقلت على بنجريون أو على جامعة بنجريون لأسباب معينة خاصة الجامعتين أنهيت أنهيت تتعلم من باك تطلع من كفر قرع للنقب نعم مش سهل أنا تقدر تعلمت في كل جامعة الإسرائيل في العبرية كمان في حيفا في بار إيلان طلب العلم لا يوجد حواجز نحكي عن فقه وعن هنا في مكوني تنقل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم لا أعلم أنه ما معنى أطلب العلم ولا بالصين فأنت من كفر قرع وطلبت العلم بالنقب ليس بعيد كثيرا ممكن تذهب إلى الصين كمان ما فيش عندي مشكلة والحمد لله كمان في مؤتمرات دولية كنت متوازنة الصينة دولة اللي عملوا التيك توك كذلك الصين اليوم تقدم كثير وإيك تفضل فكمان يعني من باب إيصال العلم كمان إلى لقاءات ومؤتمرات في كذا دولة اللي كنت أعرض فيها البحث لأنه البحث كما يسمى بالعبرية بريتز ديني أو خلينا نقول يخط طريق لاتجاه مستحدث خلينا نقول في مجال الفقه الإسلامي طبعا قصة الدكتورات الثانية يعني هي قصة أكثر شخصية خلينا نقول طبعا الدكتورات الثانية بما تكون مأمرين يسموها بالأكاديميا بما مساق المقالات بالضبط يعني بتخذ الدكتوراه على المقالات على المقالات على المقالات لما طبيب طبيب يعني بده يتقدم بعمل مقالات علمية المقالات التي تتحدث عنها شو نوعها أكثر 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 أبدا مش في المجال الإسلام هي في مجال اللغة العربية أكثر أخذت مجال اللي هو كمان مجال جديد وما يعني خلينا نقول ما تم طرق الأبواب لإله في مجال الفكر الأخضر كل ما يتعلق بالبيئة الفكر الأخضر في دراسات اللغة العربية أو الدراسات الأدبية بشكل عام كمان تقريبا ما كان في طرق هذه الأبواب الفكر الأخضر في الأدب العربي في الأدب عموما فدرست البحتر يعمل القصيد أجاكل رقيق ويحتار من الحسن حتى كاد أن يتكلم هذا أخضر من الفكر الأخضر هو لا يكتصر فقط على موضوع الطبيعة كطبيعة كبيئة إنما هو أكثر شمولية للحياة الإنسانية مع ما يحيط بها من كائنات حاجة ماسة لهذا الطقس تغير والطقس تغير وصار اللوز منور ونحن الساعة ما خلصنا الشتوية ساعة بداية الشتوية وصار نور الجرانك واللوز كل الأشياء غريبة يروح كمان تنضرب المواسم بسبب التبكير في موضوع المناخ فكل ما يتعلق بموضوع المناخ والبيئة والإقليم وأتداول في بحثي في مجال الأدب عموما العالمي والأدب العربي على وجه أخص وعلى وجه التحديد أتناول الشعر العربي لشعرات عربية بصدفة سألتك عن البحث أخذت دراسة الحالة في شعر شعرات فلسطينيات في الداخل مثلا راويا بربارة ممتاز هي وهيام مصطفى قبلان رجاء نطور شيخة حلة وعندنا أنوار الأنوار وأخريات فبدرس شعرهن من هذا الجانب أنا عندي الافتراض أنه النساء أكثر قربا أكثر خضارا في روحهن وفي حياتهن اليوم يومية فبدرس هذه الحالة عند النساء الكاتبات الشاعرات أنا طبعا بالمقال درسة الموضوع العالمي ككتابي في الأدب العالمي هل تم طرق الأبواب لدخول البيئة وموضوع البيئة في الأدب لأنه دراسات هي دراسات جغرافية بيئية علمية أكثر لكن في المجال الأدبي تقريبا لم يترك فكانت فرادة هذا البحث في أنه يتحدث عن هذه الموضوع عموما إضافة لذلك الهدف هو تقريب الناس لموضوع البيئة كمان من المجال الأدبي ووضع الفوكوس أو التركيز على موضوع الشاعرات الفلسطينيات في الداخل فهل هن يكتبنا باللون الأخضر هن حاضرات عن حضور هؤلاء النساء في هذا المجال عموما نعرف أنه موروثنا الفلسطيني بالذات التراثي والحياء اليومية هي عبارة عن مجموع هذه العناصر البيئية التي يحافظون على البيئة في المقابل هل نرى هذا الكلام يتجلى في شعر هؤلاء الشاعرات هذا هو السؤال الكبير خلينا نقول في البحث ما أكتب الفقه الإسلامي الذي بدأنا في البرنامج أنا في الفقه الإسلامي مستمرة في كتابة مقالات إضافية هذا على انفراد وهذا على انفراد هذه الدكتورة أريد أسألك دكتورة النايد كان عمي أنت نحن نحن رجل يدخل نعم ويريد أن يسلم عليك أنت تفعل هذه الحركة نعم هل مسموحة لتسلم على الرجل حسب الفكر الإسلامي نعم نحن كمان مرة ما يلزمنا في النهاية كنساء أو كرجال عموما ما ورد في الكتاب والسنة وما ورد في السنة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تمس يده يد امرأة فلذلك كالتزام تحياتي وحييها ونحن نتداخل في هذا المجتمع بكل ما أتينا من قوة ومن حضور لكن الحدود لا نتجاوزها نهائيا يعني حدود الله نعم ومحارم الله الوحد لا يسلم على الرجل لا يسلم على المرأة مع أنه يعني في كثير من الأيات التي تأشي أنه خلقناكم رجال ونساء كل الأيات التي تتحدث عن ضرورة التكاثر التكاثر وتكاثر والتداخل خلينا نقول التداخل في المجتمع بكم الأمم والقيامة نعم هاي هاي رسول مثلا 100% وفي تناقض أبدا ما في تناقض ما بين القضيتين إنما نحن نقول دائما أنه في خطوط حمراء وهي كانت كان أحد الأسئلة في البحث الأول الدكتوراه الأولى حبت لو تفهمنا شو أنا طبعا تركت القضايا التي هي قضايا تعتبر شائكة معاصرة يعني ما تحدثت عن القضايا التي هي قضايا محلية في كل دولة وخاصة لها خصوصية لأننا نعرف أن الفقه هو هاي لين وأيضا لكل زمان ومكان فأخذت القضايا الرئيسية في العالم الإسلامي التي تخص النساء في كل العالم الإسلامي أنا درست طبعا في هذا المجمع وكنت هناك في المجمع وعملت المقابلات مع الأمين العام لمجمع الفقه الإسلام الدولي الأول كان دكتور رحمة الله عليه دكتور عبد السلام العبادي وفقهاء خارون وكمان البروفيسور قطب سانو كان هو مصطفى قطب سانو الأمين العام الحالي للمجمع سانو 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 نعم هو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلام الدولي تذكرني في مين أكيد نعم حمد قطب أبو حمد قطب نعم أذكر فيه نعم فإذن بما خلينا نقول يلخص البحث تركت السبعة وخمسين دولة في قضايا طبية اجتماعية قضايا سياسية كان فيه فصل كامل في كل ما يتعلق بالقضايا السياسية التي تم تداولها في هذا المجمع وعلى وجه الخصوص موضوع النساء وحضور النساء في هذا المجمع وقضايا سياسية وقضايا اجتماعية وكل القضايا التي تخص النساء من القرارات الصادرة لما تصير لما الرجل لما امرأة تروح لأداء فريضة الحج نعم ويكون رجال هناك يمكن نص نص تقريبا يمكن رجال نساء هل هذا مثلا مسموح وليس مسموح للمرأة تسلم عن الرجل طبعا نحن نحن نفعل أشياء للتفكير ليس أنه نعارض بس نفكر لأنه لبس الحجاج يكون مفتوح نسبيا بالنسبة للرجال المقصود مثلا لبس الرجال في مجتمع فلسطيني داخل دولة إسرائيل محتشم أكثر مما يكون في مكة نعم أنا غلطان هو كمان مرة في الحج الحج الحمد لله حجيت حوالي نعم طبعا وبالذات حجيت في السنة التي يسمى فيها الحج الأكبر التي لا يمنع أي حدا من السعودية أنه ينزل لا يوجد شيء يمنعه أنه ينزل الكثافة الكثافة في السنة التي يكون الحج الأكبر كثافة رهيبة جدا ملايين الناس ويكون الاحتكاك أكثر كانوا ثلاثي مليون تقريبا ثلاثي لا ما يزيد في الحج الأكبر يزيد بكثير ويكون الاحتكاك أكثر والازدحام أكبر طبعا لكن هذه عظمة الإسلام حد الحدود والقدرة على التأقلم مع هذه الأوضاع بكل وقت حتى في الحج نفسه وكديش فيه زحمة كمان ما بتصير هذه الاحتكاكات غير لائقة لأنه فعلا يعني في الحج ويمكن مش كثير ناس بفهموا هذا الكلام إلا اللي راحوا حجه وبمثل هاي الأوقات لا لكن دكتورة لما بتشوف ناس عاديين وإذا بدك أنا أكثر رضا مثلا بتشوف حتى رئيس دولي مع أنه الإسلام بفرقش ما حدا إله فضل على الثاني إلا بالتقوى حسب الدين الإسلام صحيح فلما بروح مثلا لما تشوف ملك أو رئيس ولابس اللبس المكشوف نعم وصدره مبين حسب القونين الإسلام هذا عادي إشي عادي لازم يكون عادي في الحج وإنه لما سيدي تلتقي برجل وهي محترمة وهو محترمة وإن سلم وإن سلم وإن سلم عليه أنا بحكي بشكل عام لا تكيش عن امرأة معينة نعم أكيد نحن 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 عن قضايا عامة لا نحن نحن أنا ثقافتك إسلامية وأنت تتكي عن شيء التي تعلمتها نعم درسته كدراسي واحد من المسائل الفقهية لدرستها للعنق يعني نحن ما منيجي نأخذ قضية ونطرك الباب على فمندرس ما قبل المعاصر هذه تعليمات من الإسلام المثبتة طبعا وإن الإشي تقديري يعني هالإسلام بيكون تعملوش هالشغلة وعملوها الشغلة لأن الإسلام هو اللي بنحكي عنه لما بيكونوا حجاج بمقام يعني أكثر إشي بيكونوا متأثرين ومكي وبتذكروا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في باب الله أفواجه إيدين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هل مكي المسلم بنولد من رحم أمه وبتكون بالنسبة له هي القبلي صحيح زي ما هي فعلا القبلي هل هذا مثلا بتحكي عنه هناك هل هذا تعليمات بالدين الإسلامي أو أشياء التي وردت في الدين الإسلامي أو أشياء حرفت مثلا لا سمح الله هو هو نفس الدين الذي تتحدث عنه في مكة هو في كل مكان الحدود والمحارم لا يتم تجاوزها نهائيا ما ورد في القرآن والسنة وإجماع الأئمة هو ذاته يعني كحكم شرعي ملزم ملزم لا المسلم اللي موجود في مكة بين الشعائر في ظل الكعبة في حضن الكعبة في صحن الكعبة هو نفسه الذي يعني يكون في أي دولة وفي أي محضن من محاضن الإسلام فلا تناقض ولا تجاوزات ولا الحدود هي حدود والممنوع ممنوع في أي مكان والمسموح والمكان والإسلام هو لكل زمان ولكل مكان يعني الشرع لا يتجزع وإنما تفسيرات الفقهاء وهذه هي الدراسات اللي نقوم عليها هو موضوع الاختلاف من وين أجل هل هو بالدليل على الدليل لخلاف على الأصل والدليل اللي ورد عن رسول الله خلينا نقول هذه الكرآن ما تم تغييره ولا تعريفه وكان في عنا أنبياء آخرين مرسلين آخرين مثلا حتى سيدنا إبراهيم هو رسول لنا ونحن شرع من قبلنا شرع لنا في بعض ما لم يأتي حكم آخر ينسخ الحكم الأخير فسيدنا إبراهيم دائما يحكوا عنه قصة كيف لما بدون ينعوه عن الإسلام وصاروا يضايقوا ويعني رسول سكياء صاروا يضعوا للرسول يضعوا الشوك وقداموا أسلاك وقدروا ما بكى أسلاك هاي سنرة كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولما قالوا هذا الأشي قالوا ما قالش بردا قال بردا وسلاما لأنه بردا يمكن يموت من كثير البرد عظمة اللغة وعظمة لغة القرآن وعظمة بأنه لم يقصد يمس في صحة وسلامة سيد إبراهيم وإنما أكثر يريد يحميه نعم نعم فهي طبيعة اللغة القرآنية اللغة القرآن التي فيها من الإعجاز ما فيها من الإعجاز اللغوي الغيبي الإعجاز العلمي وإلى آخره فإحنا يعني زي ما قلت لك أنه كانت الدراسة أكثر على الخطوط الحمراء التي هي هل في هذه الفترة من الزمان ما بين 1981 إلى 2018 هل كان هناك في تحركات للخطوط الحمراء للممنوعات للنساء مثل قضية السفر بدون محرم مثل قضايا طبي وقضايا اجتماعية وقضايا وجود المرأة في الخلافة العظمى وما يسمى في الرئاسة والسيادة والولاية دكتورة نايد هل هذا سؤال يسأل بالنسبة لأثرت السؤال هل سأل محرم أو لا يكون محرم لازم يسأل لازم يسأل ضمنا حسب الدين الإسلامي نعم نفهم الدين لا نتلقى السؤال يوحي لشك حتى هنا بالنسبة لأيش من النوع هو لا يسأل حسب رأي المواضح أنه يجب يكون مع المحرم فرض أنه يسأل حتى المصالحات الشرعية العلم فرض وفرض على الرجل والمرأة على السواق المفروض أنه نطلب العلم لكي نأخذ أدوبة لا يحدث أنه يوجد تردد والتردد يثير الشك والشك نوع من الكفر نسف نسف لا يجب أن يصل للحقيقة نسف ونفكر وحتى إذا هناك شيء شك نثير ونحكش ونفلسف أحيانا الشك يمكن أن يكون لدرجة نوع من الكفر نعم هسا أنت سألتني سؤال أنه تعلمت في تل أبيب تعلمت في بنجريون الإسلام سألتك عنه السؤال هذا هو يثير الشك فعلا تعلمت هناك وأنت سألتك جاوبين اللي بدك يبراسك بس قبلها سألتك نعم أنه لعلى سألتك أنت تعلمت بجامعة إسرائيلية يهودية هل هم بقدروا هم اللي يعلموك الأشياء هل هم بقدروا يعلموك هل هم محاضرين يهود محاضرين مسلمين محاضرين عربي مين محاضرين مين العلمك أولا جدا جدا واضح ودائما أسأل هذا السؤال أنا خريجت كلية شريعة في الأساس أنا في تخصصي في مجال اللغة العربية والدراسات الإسلامية كلية شريعة في باقة باقة غربية ليس في جامعة التل أبيب لا في الأساس البي دراسات الأولية لأيلي فأنا لما جيت على جامعة التل أبيب جيت أدرس الإسلام من المنظور الآخر إضافة لذلك أنا بروح بدرس الإسلام من المنظور المستشركين يعني عندي بالضبط خلينا نقول من الوجهة لازم يكون الإنسان هلكدي موضوعي يفتح فاقه على العلم الآخر قاله دكتور راهد يعني بعشية مشهورة مكولات مشهورة منها أنه يعني بنوع من التهكم إذا محمد لم يأتي إلى الجبل فإن الجبل يأتي إلى محمد هذا نوع من التهكم طبعا أنا بقصد أن الحكمة ضلت المؤمن أنا وجدها فهو أحق بها أنا ليش أترك يعني حكمة موجودة في جامعة الأبيب كمان مرة برجع أنا تعلمت ديني في كلية الشريعة بس حبيت ديني أكثر في الجامعات الإسرائيلية حبيت ديني لأن شفت كم عظمة هذا الدين موجود بتواجده بدرسوه ما نتعلم في الجامعة باللقب الثاني والثالث كيفية البحث العلمي أكثر من ما أنك تخوض القضايا على وجه التدقيق كيف تدرس القضايا كيف تدرس هذه القضايا صدقا في جامعة الأبيب في المكتبة الموجودة في جامعة الأبيب أنا مكتبة ضخمة مكتبة ضخمة جدا وفي هذا الموضوع الدراسات الإسلامية عميقة جدا لما فوتوا واحد على المكتبة بقضيت متحيّر أي كتاب بدأ يكرره مش بتحيّر أنت يعني نهم فيه نهم و يعني من وين بدك تبدأ طبعا أمهات الكتب الإسلامية كان لديك وقت كأم أنت أم لأثنين أنا أم لخمسة أنا خمسة لا أخذك إياها أو عندي حفيد طبعا مع البدايات غير الأحفاد أنت خمس أولاد عندي خمس شباب يعني ما شاء الله يعني رغم الأمومي كان عندك مهم أنك تقعد المكتب وتقرأ أو بالبيت وساعات طوال وأحمل أنا على فكرة في بدايات الطريق ما كنت أطلع بسيارتي كنت أطلع بالكتار وفي الكتار كنت أحمل على الترويحة معي زوادة عظيمة من الكتب مش ندمانة ومبسوطة جدا اليوم الكتب متاحة في الإنترنت يعني ممكن الاستغناء بين قوسين عن المكتب يعني المكتب التواجد الفيزيقي خلينا نسميه التواجد الفيزيقي أو الفيزيقي في المكاتب المكتبات لكن صراحة أنا لا أستغني عن المكتبة وأجمل ما تريحه الألوف رائحة الكتب وأجمل ما تلمسه الأيادي طبعا الكتاب وملمس الكتاب أنا أعشق الكتاب تعالي أسألك إيش نعم وحطولك عصبونك عناك نعم وحطولك عدة رواقح نعم بتشمي رائحة الكتاب مثلا الكل رائحة أكيد رائحة رائحة كيد وراحة كتاب مستحيل ما أميزش ولسيما الكتب الأمهات الكتب العميقة في العلم ما ما بتحدث عن المختصرات والحديثة لأن هذه تعتمد دائما على لتوصل للمنابع الأساسية للعلم لازم تلمس لازم تطب في هذه الكتب ما بنفع أنك تأتي للمختصرات وغوغل وإلى آخره صدقا يعني معروف يعني شغل اللي بدأ كلك إياها عن القراء بإذنك بالذكرة الآية الكريمة التي تقول تبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان هل تستطيع تسلح إياها عظمة هذه الآيات ومنذ البدايات منذ بدايات الرسول عليه الصلاة أول ما نزل عليه أهمية الكراءة والعلم والسعي في العلم أول كلمة أول كلمة نزلت على الرسول عليه الصلاة وانتخيل فعليا منقول هو أمي في مجال الكراءة والكتابة لكن لم يكن أمي من جانب الحكمة والثقاف العام كان موسوعة متنقلة من العلوم المختلفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا كلام مثبت لا نجامل فيه رسول الله ولا نجامل فيه الناس والمسلمين فأهمية العلم والسعي يعني خلينا نقول أكثر من أنك اليوم متاح لإلك في كل لحظة أنك تقرأ يعني هذه عظمة العصر الحديث أنه متاح العلم متاح وسهل وهي ولي بسهولة يعني اليوم على الذكاء الصناعي بطل حدا يدرس يعني لما علمك المعلم أو المعلمة نعم لما ذكر لك قصة اقرأ نعم وانت نزلت وكيف نزلت وشو كان وشو لي وشرح وشو قصد وشو مقصود بإقرأ بسم الله بك شو كان شعورك هل جسمك نهز طبعا أنا أول مرة كيف تذكره أحكي لك شغلي لما كنت أدرس خاصة في البدايات طبعا كانت الدراسة البحث ما بعد اللقب الثاني اللي هو تيزة النظرية هاي البحث كان كمان في الفقه الإسلامي النسائي خلينا نسميه النسوي كل ما يتعلق المقارنة ما بين الفقهاء الأربعة الفقهاء الإسلام السني الأربعة أبو حنيفة والشافعي وابنها حنبل والإمام أبو حنيفة مقارنة مع مذهب مندثر خلينا نسميه المذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي يمكن تسمع عن ابن حزم الأندلسي الشاعر لكن ما بعرفه كثير من الناس كفقيه هو فقيه صاحب المذهب الظاهري وهو يعتبر المذهب السني الخامس مذهب الإمام ابن حزم كنت أعمل المقارنة ما بين المذهب السنية الأربعة مع المذهب الدراسة كانت مش دراسة فقه النساء في مذهب واحد وإنما درست على ما لا يقل عن 28 قضية بتخص النساء في هذه المذهب الأربعة مع المذهب الظاهري فشو كان يصير معاي يعني كنت أندمج بالكراءة زي ما كنت لك كنا في فترة ما تعلمت يعني كان الكتب عصر الكتب فأجلس على طاولة وأذهب إلى عالم آخر فانقطاع عن العالم كنت أشعر أن أمامي الفقهاء يتدارسون هذا ما تقرأ في هذه الكتب ما المقارنة المقارنة تسمع أفكار هؤلاء أشهد الله أني كنت أشعر أوصل لمرحلة وكأن كاعدة بينهم وأسمع وأشكالهم وأسمع أصواتهم كانوا مع لحة ولا بدون لحة يعني صدقا نتخيل أشكالهم نتخيل كيف نتخيل أشكالهم يعني هذا انقطاع العالمي يعني يعني كيف تقدر تعمل إشي من هالنوع يعني بسموش زفرانيا نفصام شخصية بعرف شئ ايش هذا اللي كان صدق بالبحث أن تفوت في أعماق القضايا الدقيقة مشان توصل للقضايا العامة الفقه اللي هو بيكون الخلاصة أعطيني الخلاصة بالأخير ما بصير إنك تعت خلاصة بدون ما تكون دقاقت في كل هين كمان مرة أنا موجودي مع أعضاء الإفتاء في مجلس الإفتاء الأعلى لفلسطين أسألك الفرق نعم أسألك حديث شايك وبنتهيش أسألك ما الفرق بين اللي روحتي التعلمي وتعلمتي وبين مثلا الحكم التي تظهر في صورة مثل البقرة التي فيها حكم وموعظات وتوجيه للإنسان والإنسان المسلم للإنسان سواء رجل أو مرأة فشو الفرق بين التخصص التي تتحدث عنه وبين الحكم والآيات أنا لا أتحدث عن القصص الغابرة كصص الأنبياء وكصص الكهف مثلا صورة يوسف لا أتحدث عن هذا أنا أتحدث عن الحكم تعلق بالإنسان على صورة البقرة لا أتحدث للإنسان والقرآن كله لا يتحدث أسرح كمسلمين ولكن الأشياء العملية الأشياء التي تسمعها وترى مثلا صورة البقرة كمثل أنا أخذك الكهف وكلك أشياء ثانية لماذا رابعهم كلبهم ولماذا ذكرت كهف الكلب حسب الإسلام نجس هناك أشياء حكم فيه لكن أتحدث عن الصورة البقرة أن لا يحكم للرجل أو للمرأة أو لعائلة ما الفرق بين هذه الأشياء وبين أنت تخصصك وهذا أشياء وهذا أشياء طبعا العلوم الإسلامية عديدة لا تعد ولا تحصى عندما تتحدث عن القرآن هناك علوم التي تبحث في القرآن سموها علوم القرآن منها علم التفسير علم التجويد علم الناسخ والمنسوخ علم الغيبيات في القرآن لحد دست أنت وصلت لحد دست ما وصلتش بشارحيك للأشياء اللي كمان هو كل شيء مهم كلها أشياء نظرية ولكن إيش العملي للحياة اليومية هناك بالبقرة هذا هو اللي بميز فعلا بحثي أو دراستي عمليا أجاوبك على ما تحتويه البقرة البقرة من أكبر سورة في القرآن هي يمكن إذا بدنا نبحثها فيها الغالب الأعم أحكام شو يعني أحكام شرعية أحكام شرعية معناها أحكام يوم يوم الأحكام اليومية مهمة جدا بالضبط اللي ما تخص المرأة وما تخص هناك أمور يفصل ما بين الرجل المرأة وأمور موحدة تطرق لديانات أخرى مثلا البقرة ولما على بني إسرائيل على فكرة أنا منفسي مرة شيخ مسلم يعني يكون يشرح لي كيف يقدر يفسر يعني يا بني إسرائيل إنا فضلناكم عن العالمين بس أحكام معك أحكام لا لدي مشكلة ولا عندي أي تحفظ ما أنا إلا عبارة عن إنسان بنكل العلم أنا لا أفتي بين كوسين رغمنا موجودين دكتور نايد لا أري أنا نعم إنما ناقلة للعلم أو مبلغة ربما مبلغة أوعى من سامع كل كان هنا شخص من إخوتنا المسيحيين وشرعوا وقلوا كيف يعني نتطرك لموضوع أن اليسوع هو ابن الله وكيف الصورة ليش مسموح تحط صورة ومتانة نحط الصورة عن يسوع وإحنا أنا بحترم كل الديانات وطبعا ديانات أخوتنا المسيحيين بحترم الجميع لأن الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي ولا أن المسلمين واليهود مسعيين ومع أصحاب الكتاب وهذا كثير مهم أن نكون فاهمينه قطعتك تفضل أظن أن تفرعت الأمور في بعضها بالنسبة لك سورة البقرة كما قلنا أنها فيها كثير من الأحكام والأحكام هي تداول الأمور اليومية وإذا قطع هذا القرآن عن اليوم يومي للمسلم فما حاجتنا لا لقرآن ولا لكتاب فإنما هو جاء لينظم حياة المؤمن وإحنا كدراسات علمية موضوعية نحكي أن القرآن كمان للمسلم ولغير المسلم يعني مين كان قال أن المسلمين هم لحالهم لازم يتلقوا القرآن في العلم والبحث والقراءة واحدة من الأشياء التي تعلمتها وفقهتها جيدا في تل أبيب وبنجريون وباقي المؤسسات التعليمية غير الإسلامية أن العلم متاح به الكم الهائل من الدارسين غير المسلمين أكثر من المسلمين بالفترة التي كنت أنا أدرس فيها ما كان فيها طلاب يهود وغير مسلمين كمان واحدة من الأخوات التي هي من الدروز خلانا نسميهم موحدون يعني العلم الإسلامي هو ليس حكر ولا حصر للمسلم إنما هو للجميع ولكن نحن نختلف في النوايا يقول البعض هذا يدرس لكي يحارب الدين الإسلام وهذا يدرس لك لكن أشهد الله كان زميلات وزملاء لأيلي فيه على مقاعد الدراسة يكرؤون الكرآن واحد منهم اسمه عديد كنت أنا أسميه العديسي لأنه كان يقرأ الكرآن بمستوى السودس ويولندا يعني يكرؤه أنا كنت أسجل أصواتهم وأخذها معي لطلابي ولأولادي أن هؤلاء يدرسون الإسلام يعني اللي يتصعب في دراسة العلم التجويد غير المسلم يدرس العلم التجويد وأحدهم كان يونتان يدرس اللهجات الفلسطينية في الداخل من الشمال للجنوب وهذا العلم سواء الدراسات الإسلامية واللغة العربية هي ليست حكر للمسلم لوحده ونحن لا ننظر إلى قلوب الناس وهذه عظمة الإسلام أنه متاح للمسلم وغير المسلم فزي ما قلت لك أنا لما طلعت على تل أبي وكان عندي خيار آخر كان ممكن أروح على الأردن وسجلت فعلا للدكتورة في الأردن وانقبلت وكان يوم الثاني الثالث تركت وكنت بإربد وانطلقت لتل أبي بس بدي أقول أنه حكيت عن طالب يهودي لما بتعلم نعم أنه بتقدم وأنك سجلت صوته نعم وكل إشي يعني 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 يستحق الإشارة إلو نعم لو بدي أعمل مقارنة بلاقي أنه المسلم في دولة إسرائيل أكثر بعرف اليهودي وأكثر بعرف التناخ وأكثر بعرف صحكي صحكي على حال وموت أكثر بعرف الشعرة أكثر يعني مش أنه لأنه بشوفون الناس مظبوط أول شيء كل احترام منهم بقدروا يتعلموا اللغة العربية اللغة الكرآن وصعبة نعم جدا نعم بالنسبة لإلهم لكن من ناحية الثانية عشان نحكي أشياء علمية أكثر علمية الطلاب العرب والمسلمين والعرب حتى مش بس المسلمين عرب بدروز مسيحيين كلهم أكثر عرب يعني يعني هم كثير كثير يعني أفقه وأعلم أكثر علما بديانات الأخرى من اليهود خلينا نقول بعرف أكثر من دين اليهودي هذه بحاجة لدراسة أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك ولا أخذ الهمور على العواينات لا هذا ممكن أن أجزم بذلك لربما بحاجة لبحث أكثر عندك دراسة تتأخذ الكلام بدون دراسة هذا لا بدون دراسة يعني كون الجمهور العربي داخل دولة إسرائيل يجيد اللغة العبرية بنسب أكبر بكثير من الجمهور يهودي هذا ليس بحاجة لدراسات نرى اليوم يوم نحن نحكي عن المواضيع العلمية دعنا نقول أنه المطلقي العلم العربي في هذه البلاد أكثر فقها وعلما في الآخر في علوم الآخر أو أن شيء بحاجة لدراسة عميقة أكثر نحن دائما دراسة مهمة ومليحة ومليحة مدراسات بس كون نحن نعرف الأدب العبري أكثر من ما يعرف شخص يهودي عن الأدب العربي بشكل عام نحن نعيشون معهم نفهم طبعا أنه موضوع تسييس الأكاديميا ودخول السياسة في الأكاديميا أو حتى في المدارس يعني أنه طلاب الطلاب في المدارس الطلاب اليهود في المدارس اليهودية لماذا يتعلمون أو كمية الأدب الصح يتعلمون يتعلمون لكن في تفاوت ما بين ساعات التعلم اللغة العربية في المدارس اليهودية أقل وتكاد تندثر هذه الأيام بهذه الأوضع لكن لا شك أنه في ناس بتتعلم وناس بتفقه الإسلام ودعنا من قضية النوايا ليش بتعلم أنا ما إلي فيها يعني كل واحد بتعلم بنام على الجنب اللي بريح وبنام على العلم اللي بريح نتعلم عن أعتقد عن النصول قالوا ما معنى أنه تعلموا لغات لأنه كل لغة تعلمها كان أنك انت صورة إنسانية يعني فيما يقال أنه تعلموا لغة العدو وإلى آخره ونحن ما نتعلم مشان عادي حدا ولا نتعلم مشان صادق حدا نتعلم العلم لذات العلم أنا لم تتعلم لغة لغة تتعلم اللغة الإنجليزية سيستطيع دبر حاله إذا هو أمريكا أو إنجلتا كل من يدرس لغة هو ملك إذا هو تعلم اللغة الفرنسية سيستطيع دبر حاله فرنسا وإذا لغة تعلم اللغة الأسبانية هو يستطيع دبر حاله فهذا أقصده أنه صحيح الملكية صحيح لغة كأنك صار كمان إنسان. علم جديد وكل ما. غلبتك معي. أبدا بالعكس. أنا سعيدة جدا أن نتحدث في هذه الأمور. لأن هذه في الحياة اليومية. أنا لا أنقطع بوظيفتي مع الطلاب بقسم الشبيبة. لا أنقطع إطلاقا عن هذه الدراسات. وعن مشاريع عظيمة. الحمد لله تحتسب لنا إن شاء الله الدنيا وآخرة. مع هالطلاب من مواضيع أدبية. مواضيع اجتماعية. مواضيع مبادرات. لدينا 83 مبادرة منها في المبادرات الدينية. منها مبادرات أدبية. منها لغوية. منها بيئية. إلى آخره. السؤال الذي يسأل. أنت بالأكاديميا. ماذا تريد بقسم الشبيبة مع الولاد. بين قوسين. بسفه أفكار هؤلاء الأولاد. أبدا. هم عظماء هذا الشيء الرائع بالتواجد بين هؤلاء الطلاب. أنك كيف تستطيع تعطيهم منصات حاضنة. ودعم لكي يوصلوا لأبعد مما وصلنا إليه. فعند الحديث عن موضوع التواصل ما بين الأكاديميا وبين الحياة اليومية والعمل والمهنة. أنا كنت ثلاثين سنة مدرسة. معلمة. وبالمقابل. وكمان في الأكاديميا اشتغلت. والحمد لله في كثير من المجالات. لكن دائما في توافق وتوائم. توازن ما بين هذه المحطات. كمان الدكتورات الأولى في الإسلام. ودكتورات الثانية في اللغة. في اللغة والبيئة. دعونا نقول. هناك جزء منها جانب علمي أكثر منه. نقول في موضوع البيئة. هو موضوع حياتي. موضوع معاش. يعني إلو رجلين يمشي بين الناس. فزي ما قلت لك. الحكمة ظلت المؤمن. أنا وجدها فهو حق بها. فعلا نتعلم العلم لذات العلم. وليس للوصول للألقاب. فهذا ممكن أن ندرس. بدون ما نذهب للجامعة. واليوم متاح للأمر. حتى تدرس وانت بالبيت. وتأخذ تقر أو لقب أكاديمي. لكن السراحة أنك أنت تدرس بشكل منظم ومنتظم. تدرس بضمن إطار. يكون أجود. وأنا هنا أدعو دائماً للالتزام بالأطر. وهي مؤسسات تعليمية معترف فيها. لا أخذ على الجوانب غير معترف فيها. أنا أعمل دعاية بين كوسين. لا المؤسسات الأكاديمية. عموماً سواء في البلاد أو غير البلاد. المهم يكون في إطار مؤسساتي. جداً مهم هذا الالتزام لأنه غير ذلك نحن فيه مصطلح بيسموه تقر عديشة. يعني إذا ما ركعناك فيه ناس اللي بتقعد في الجامعة. بدل ما تقعد على مقاعد الدراسة والمكاتب والمختبرات. بتقعد في تمشيها هاتف أربع خمس عشر سنين بعرفيش إيش. وبتأخذ بالأخير لقب. بس هم قاعدين بتفتّلوا وكلب الجامعة زي ما قلوها على الستين والسبعين والخمس وخمسين. وما بعرف شو نسبة النجاح لأدنى سلم التعلم. وإنما لازم يكون طموحنا أعظم من ذلك. يعني ينظر إلى التفوق. التفوق مالو لذيذ جداً. وشعور جداً بغنينا بثرينا. أنت خلصت لقب بتميز وتفوق. نسموه تستين وتيترا. جميل جداً أنك تنهي بهذا. أنا دائماً أقول كمسلمة ميذنة ماشية على الأرض. أنا أشكل أنا أو غيري أي كان. اللي بدو يلتزم بشرع الله. لازم يكون زي الميذنة أو المأذنة. هي علم. بتعرف وين بتعرف. هناك مسلمين. هناك مسجد. وكما أنت تكون على علم. تكون علم. وتكون مأذنة تمشي على الأرض. في تصرفاتك. في سلوكياتك. في علمك. في أبحاثك. في كتاباتك. في كل ما. يعني. المفروض أني أفرض على نفسي المفروض. خياري. قراري. أنا قررت أني أتجه بهذا الاتجاه. وسعيدة فيه. وفخورة فيه. ومكملة فيه حياتي حتى الأمامات. يعني. متواجد البروفيسور باسيليوس بواردي. هو الرئيس لقسم الدراسات اللغة العربية. فهذا إنجاز فعلا بين قوسين. ما هي طبعا اللي بيكونوا في هاي الوظائف. بحسب الجودة. وبحسب الأحقية من ناحية مهنية. ومع ذلك. يعني ما نجد هذا الأمر فعليا في المؤسسات الأكاديمية بشكل واضح. لكن في جامعة بار إيلان حديثا البروفيسور باسيليوس هو موجه للدراسة الثانية. الدكتوراه الثانية بروفيسور باسيليوس بواردي. تحياتي له. ولجميع العاملين في قسم اللغة العربية في جامعة بار إيلان. لأنني أقن لهم الاحترام الشديد. لما رحت على بار إيلان ما كانوا يعرفوا أن في نهاية الدراسة للقب الدكتوراه. ما كانوا يعرفوا. وأنا كنت توجهت بطلب أن أدرس وكأنني من الصفر. يعني من الدكتوراه. من موضوع حديث جديد. لا علاقة له بالدراسة الأولى. وكان ما كان والحمد لله أنا نهاية هذا العام إن شاء الله أنهي هذه الدكتوراه الثانية. إن شاء الله. ولربما أخوض دكتوراه ثالثة. طبعا يعني البريفوسورة والتقدم للألقاب الأكاديمية ما زال طبعا حاضر في ذهني. برغم كل الأمور الشخصية والعملية والمهنية. أنا في الاتجاه وما يروكوا لي أتقدم. الحمد لله ظروفي وأمور البيت وأمور المعيشة. يعني لما كانت هي مرتبة. فكل الأمور مسخرة وميسرة وهينة. ورحمة الله عليها الوالدة كانت دائما تقول كل شيء يتعلق في العلم سهل وميسر. يعني فمن هذا الباب يعني لذكرى الوالدين يعني كانوا دائما يتباهون. تعرف أكثر ما يتباهى فيه الوالدين هو تحصيلات أبنائهم العلمية. يعني وخاصة يعني في الدراسات. أنا أذكر لا أنسى كانت دائما والدتي رحمة الله عليها تقول بدي أخليها تدرس بالأزهر. فلما كبرت خلصت ناش وبقروت. سجلت في تل أبيب دراسات أخرى. نهائياً ملهاش علاقة. وأنا كنت متدينة من صغري يعني. فسجلت له العمل الاجتماعي. عفو داسة يالد. وهي كنت أحب هذا المجال. وبشغف رايحة على جامعة تل أبيب لأدرسه. في النهاية لظروف اقتصادية معينة. والدي رحمة الله عليها حكالي أن هذه كلية الشريعة موجودة في القاسمة اليوم. كانت كلية شريعة اسمها. وأنت متدينة ومعلمة. وماذا تريدك تعمل بالعمل الاجتماعي؟ مع أي فئات تريدك تعملي؟ فكان إقناعي أن أتوجهك لتعلم معلمة. بعد سنوات كنت كل الوقت أقول لا تعلمت شيء اللي نفسي فيه. تعلمت اللي بدي أشتغل فيه. اللي هو معلمة. فبالأخير الحمد لله من فضل الله. ربنا سخر الاختيار اللي فعلا. يعني كيف تعرف أنك اخترت الطريقة الصحة؟ أنك تكمل فيه أو لا؟ فإذا كملت في هذا المحل. أنت فعلا أو مسخر أو يعني ميسر لإلك هذا الاتجاه. دكتور ناهد كناعني. تعمدت أني لا تدخلك بالحكية. الله يسعر. حوالي ثلاث ساعة حكيتي بدون أيسي. هل سنقسم المقابلة معك لقسمين؟ نعم. القسم الأول كان كثير أسئلة. نعم. وكان مقاطعتك أحيانا. والقسم الثاني أعطتك كل الفرصة تقولي اللي بدك إياه. وأنت كلت اللي بدك إياه. الحمد لله. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا. والنهي المقابلة إلا إذا في عندك جملة تنهي فيها. يعني أنا كان متوقعت أنه نتحدث عن أوضاع الشبيبة في الفترة الأخيرة بالذات يعني. سواء في فترة الحرب أو ما قبل الحرب. ونحن بحرب قاتلة كل الوقت في موضوع العنف في المجتمع العربي. اللي إحنا بنحاول دائما يعني. مجتمع الشرق أوسطي. مش العربي. يعني. الشرق الأوسط كله. صدقت. دكتور ناهد كناعني. أريد أشكرك كمان مرة. شكرا عشان جيتي لأهونا. لستوديو. شكرا. للموجه المفتوح على كناتها. الموقع بانيت. وأنا بقدر كثير. أثمن عالي. عالي وغالي. الله يحفظك. حكيك. والأشياء اللي حاولنا من خلالها. قدر ممكن. نعطي المشاهد والمستمع. الحد الأقصى من المعلومات. بالقدر أكبر من المعلومات. اللي بنرجونا بتساعد لثقافة أهلنا وتقدمهم. شكرا عزيزي. شكرا لأيكم. شكرا لأيكم. نحن نكون الآن مع فاصل. بعد الفاصل نواصل الموجه المفتوحة. من خلال لقاءات أخرى. فكونوا معنا بعد الفاصل أيضا إلى اللقاء.